مين فينا بدل ما يعني كل الناس وكل أهليهم تروح تبركلوهم في أفرحهم يزفوهم يرقصوهم يمشوا النهاردة في جنزتهم 21 سنة 20 سنة في مقتبل العمر ولما قلت إنهم من الغلابة أنا مصر أن بعضهم من الغلابة البسطاء الشعب المصري الطبيعي وظهر من عدد من المكالمات اللي شغال في الله والبسيط والمعادة بلوم فيهم ناس كانوا خطبين وفيهم ناس جهزوا وفي ناس شايتهم جهزة وفي نفس عفشوهم في البيت بدل ما كنا نرقص كلنا في فرحهم بدل ما أهليهم كانت رحلهم يعني تبركلوهم وأمهاتهم بكل الفرحة زغرت لهم مين يقول إنهم كلنا النهاردة نصلي عليهم ونعزي أهليهم مين يقول إن 25 شاب لا حيلة لهم في أي شيء ولا دنب لهم في كل الجرائم إلا إنهم راحوا يخدموا الوطن وإنهم بيقضوا خدمة الجيش لا هم طرف في صراح سياسي ولا هم جزء من صفقة سياسية ولا راحوا يبقوا مجندين في مقابل مادي ما كلكوا عارفين ما فيش أي ميزة بالنسبة له غير إنه يخدم الوطن ما فيش أي ميزة غير إنه هو يروح يأدي الخدمة العسكرية المنوط بيه رايح يستلم ما يثبت أمام الدولة وأمام الجميع أنه قد أدى الخدمة الوطنية ويستلم شهادة التجنيد مين يقول إن اللي رايح لأمه بشهادة التجنيد علشان يقول لها أنا لازم بقى أبتدي حياتي وأشتغل وجوزيني يروح لها في نعش مين يقول ده؟ أي رحمة وأي دين وأي إنسانية وأي أخلاق بشر حزبي الله ونعم الوكيل حزبي الله ونعم الوكيل وزير الداخلية بيقول إنه اللي حسر الدفع للقعدة للقبضة على محمد الزواهري مين محمد الزواهري؟ قمتوا إيه عشان خمسة وعشرين شاب من شبابنا يروحوا في مقابل قاتل وإرهابي اسمه محمد الزواهري محمد الزواهري ما يسويش دفر من أضافر جزء من دفرهم من أضافر الجنود الأبطال الشباب هو ده اللي إنت عايزة يا دكتور يا بلتاجي هو ده اللي إنت قلت عليه إن إحنا مش هنهدي سينا قال لما مورسي يرجع